في اليوم الثاني لزيارة الدولة توجه رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى مقر مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر لكسنبورغ حيث كان في استقباله رئيس المجلس جيرار لارشي الذي شدد على أهمية العلاقات اللبنانية الفرنسية ودور مجلس الشيوخ في تعزيزها وتطويرها خصوصا بعد انتظام الحياة الدستورية في لبنان وتم خلال اللقاء تطرق إلى موقف لبنان من الإرهاب إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والجهود التي تقوم بها فرنسا من أجل مساعدة لبنان وبعد انتهاء المحادثات دوان الرئيس عون في سجل مجلس الشيوخ العبارة الآتية إن القوة المعنوية أقوى من القانون ولو أن الاثنين يسيران معا باسم لبنان أحيي هذا المقام النبيل الذي تسن فيه التشريفات ويقضي باحترام قوة الالتزام المعنوي هذا المقام المرتفع على اسم حرية التعبير والنقاش الديمقراطي كما التقى رئيس الجمهورية العباد ميشيل عون يرفقه وزير الخارجية جبران باسيل نظيره الفرنسي جون إيف لودريا وكان عون قد بدأ هذا النهار بزيارة بلدية باريس ومن هناك أهدى انتصار لبنان وجيشه على الإرهاب للعالم أجمع ولكل ضحايا الهجمات الإرهابية من واجب الأمم المتحدة مساعدة النازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من مساعدتهم على العيش في مخيمات غير إنسانية فيتركونها ليذهبوا إلى أوروبا بطرق غير قانونية وبشكل خاص اليوم أود أن نحيي على شجاعة لبنان لبنان الذي دفع ثمن كبير الأزمات التي تواجهها الشرق الأوسط من خلال استقبال مليون ونصف نازح سوري سروا من الحرب الكبيرة التي تواجه سوريا منذ سنوات فإن لبنان يدهشنا وخلال هذا النهار استحبت السيدة الفرنسية الأولى نظيرتها اللبنانية بجولة في دار أزياء كريسيان ديور حيث اطلعت منها على آخر صيحات الموضة